إبراهيم عادل واحد من نجوم الدوري المصري هذا الموسم لعب بيرامدز أجرى جراحة في جدار البطن خلال الساعات اللي فات هيغيب على أسارها ستة أسابيع دكتور مصطفى المنايري طبيب نادي بيرامدز قال إن إبراهيم كان بيعاني من ألام مستمرة وهي عبارة عن مزق في جدار البطن وغاب بسببها عن المباراة الأخيرة ومع تواصل الألام تقرر خضوع اللعب لجراحة عشان يرجع أحسن من الأول كمان إبراهيم عادل واحد من اللاعبين المهمين جدا في الكرة المصرية والمهمين جدا في سوق الانتقالات دلوقتي مهمين كله عايزه ورقة مطلوبة يعني عند كل الأندية عند البرامدز اللي عايز يوبكي عليه عند الزمالك اللي يحب يكون موجود عنده إبراهيم عادل عند النادي الأهل اللي يحب يكون عنده إبراهيم عادل ده بالنسبة لإبراهيم عادل